يقول النبي الكريم في الحديث الحسن اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك لأن هذه الأمور واردة اليوم شباب غدا شيخ وكلكم ترون أن الأيام تطوى وسريعة جدا فالإنسان يستثمر شبابه قبل أن يهرم فيعجز عن أشياء كان يقدر عليها وهو شاب يستثمر هذه الأمور استغل واستثمر شبابك قبل هرمك الإنسان إذا هرم يتعب عن أشياء كان يمكن أن يؤديها قبل ذلك في شبابه اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك شيء تستطيع أن تفعله وأنت صحيح غدا مرضى الآن جئنا من المستشفى زيارة مرضى مرضى اذهب إلى المستشفى شوف المرضى فيه كبرك وفيه أصغر منك وفيه أكبر منك وقد يكون بعضكم أيضا نوم في المستشفى أياما أو ليالي أو أكثر من ذلك فالإنسان يكون اليوم صحيحا ليس بالظرر يكون غدا كذلك فطالما أنك صحيح اغتنم هذه الصحة قبل أن يأتي المرض ويمنعك من كثير من الأمور التي كنت تحب أن تفعلها قال وفراغك قبل شغلك أنت فارغ الآن غدا تشغل نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فيه ناس ينتحرون من الفراغ ينتحر من الفراغ يقول ما عندي شيء يسويه مللت ما فيه شيء وفيه ناس تبحث عن اللحظة عن الدقيقة أحد علماء المزيد جمال الدين القاسمي مر على جماعة يلعبون الطاولة في الشام في العصر كل يوم هذا عملهم يجلسهم من العصر الليل يلعبون من هذه الطاولة فمر عليهم فقال والله لو كان الوقت يشترى اشتريت وقاتهم يضيعون وقاتهم بالطاولة وهذا يقول أنا أحتاج الدقيقة أحتاج اللحظة وهو لا يضيع كل يوم خمس ست ساعات يقول تضيع هكذا اغتنم فراغك قبل شغلك واغتنم غناك قبل فقرك اليوم غني تصدق ابذل تقرب إلى الله تبارك وتعالي غدا قد لا تملك اليوم تملك ليس بالضرورة أن غدا تملك فاغتنم غناك قبل فقرك ابذل ادفع لله يعني استخلف عند الله تبارك وتعالى ابقي لك عند الله الذي تنفقه والذي يبقى ثم يقول ويختم ذلك كله بقوله وحياتك قبل موتك ذن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل